السلام عليكم ازايكم عمين ايه الاخبار من الحاجات اللي انا دايما بحاول ان انا اعملها ان لما لاقي حد بحاول اسألني على حاجة او في اسئلة متكررة تجاه موضوع معين هو ان انا بدل ما اجاوب على النقطة ده حديدا لو ان حاجة مش ايرجنت وحد عايز يفهم موضوع وانا ممكن اجمع اسئلة دي كلها وحاول اجاوب على السؤال بس من ناحية من قرض البيك بيكتر يعني احنا فين من الموضوع دهوت مهم ان اه بده يجي لي فترة فاته سئلة كتير على اه هو في خلطة بين ايه هي التاليك وهل التاليك و التاليك مع بعض طب ايه الفارب التاليك ويعني ايه التانسكشن التاليك وهي يعني ايه كميت لك هاوس وهل الك هاوس بي ريبليس التاليك هاوس الموضوع فيه كلم كتير وبده يبقى فيه هو ايه هو دي و ايه داليك و ايه ايس بيرك و ايه اللقاتهم بالموضوع فيعني شفت ان احنا نعمل فيديو نريمي في الموضوع تاني ونركاب عشان نشرح الموضوع بالسؤال العامة يعني ومن الحاجات المهمة اللي انا باهتم بيها شخصيا وبحس الناس اللي بتهتم بيها برضو بتساعدهم يفهموا اه ميجي يشتغل يفهموا الحاجات اللي شغلين عليها رايح حفيني الجاملين هون يعرفوا كل حاجة مشغلين عليها في شغلين عليها هي جات منين يعني يعني ايه الحاجة ايه الحاجات بقت يعني الكونسيكوينسيس على الحاجات دي او المقالات تقعد الحاجات دي الحاجات اللي خليناها ان هي يعني تؤدي للنتائج دي او المشكلة التي كانت موجودة وبعد كده قدت النتائج يعني طيب تعالوا لابن ابدأ نتكلم على الموضوعات نرجع تاني ال data components طيب اهنا ما لدينا storage ايه اكلات اكثر اكثر المزيد الا ان 되는데 اعامل الا ان كان هو موجودة حاجة صوراة ايه مش مهمين ان وهي هى most savage , شغلين و من الحاجات ؟ يمicional بشياء مسترعي كمم soon سيكون بنا بالدينا التعود في اللي مع بعض الناس بنا со موجودة بالدين . هنا لدينا الحاجات مو ما عندنا هو ايه بس مو غالبا الناس غير من ساندر سبارك كي يجي عندنا الانحظة البرستو هنا مع ان البرستو مفروض هو سيكل انجين بس عشان في نستخدمه في الالتي يعني طيب بعد كي عندنا ايه الكونسيومر الكونسيومر هو عبقى عن ايه البي اي والاي از 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 امين دلوقتي كونسيومر ممكن احد يقول لي ما البي اي والاي هما ستيل بروسس ينقول لك اه صح بس انا اه بتكلم على الآن سكان لمر الموقفى الناس طب كغانوSi Kuol فلبي كغانو بالتو مقاشر ال diyeدية كل الكلام دت اي حاجة ها نتكلم عليها ستستحله تابستروا فهم به delta ability كده اباستركت انت فهم ايه بيحصل صح صح التعلم مع ايه بقى دتلقتي نبدأ ان نراجع اتان 결 квانو كانوا عندنا polished data كبيرة وعندنا فيها فيها الديتا متخزنة وهي وكل ما نعوز نزود بنزود بس كان مشكلة عندنا ان كانت كانت شغالة بس على الاسكيل الكبير من الديتا بنتكلم كان في مشاهدة مشاكل وكانت بتاعتها انتي كانت حاجات كبيرة بس كانت الحاجات الموتيفيشن تورد مورد هورد كان برضو هي الانستركشور داتا كانتش لها مكان هناك و الهي في اميل الهي في اميل هي ما قصوتش انها ممكنش نوع في نعم اميل بس مش الليرنج ما كانتش موجودة في اكو سيستم ده كان بنتطور نعمق يعني هما اليوم انفرامت الوحدة والليوم بلاتفرامة الوحدة وكان دنيا موزعة كهيس ننذكر برضو ان الالت ستايلي كانت موجودة ساعتها كان عندها ستايج انفراماتيكا و التلاند كانوا ميجور انتربيز طيب بناء على الكلام ده ان عندنا بيك داتا هيفي بيك داتا عندنا انستركشور داتا عندنا ملفات تيكست تويت فيسبوك بوست او حتى بيديف فيديو سرور اي ان كان سير بتاعتها سميستركشورد جي سون اين كان شيDriveale زيي XL و أطبعا سرور هيVML بيديو اي احنا ننذل هنا ان احنا عندنا اي ا HTTP او ال ہدوب قولنا ان احنا وانا ما عندنا شهر تيب ستورج عندنا موضوع بقى سهل خلاص زي ما انت عايز ارمي وزي ما قلنا حث الهدل ده اننا بقى عندي جاردل بقى من في اي نوع فايل هوم مش هيقولك انت عايز تعمل تقوم بقى هاته تعمل ازاي بقى عندنا هنا اي ان كان نوع بقى فيه ETL او LT Major Spark وكان زي ما قلنا يعني اول ناس بدأت كان عندهم عشان يعني يعمل سيكويل على الداتا ليه كان عندهم طريقتين اما عن طريق Hive اللي هو Old School خالص انت تعمل سيكويل او Spark SQL بس كان عندنا مشكلة صغيرة هنا هوت ان الديني كان بطيئة يعني انا عايز اعمل شوية سيكويل كويرز او Aggregation يعني مثلا في 2015 او 2016 لما كنا عندنا كلاستر بتاعنا كنا بنعمل ايه عليه كنا عندنا كلاستر في Data Center في ال Data Aggregation كما بناخد Aggregation ان احنا وديها لـ نوديها لـ Data Rehoused في الاخر ال Interpretation Rehoused لأيه عشان ما كانت سريع عندهم يعرف يعمل ال BI دي انتبقى سريع تمام تمام طيب فكان عندنا دايما في optional بس كان جزء من فينس موجود ان كان عندهم Data Rehoused solution عشان حاجات transactions وعشان الجزء بتاع ال Fast Queries تمام تمام بعد شوية احنا كنا عندنا هنا ميزة ستيل في الستروشن ان الكمبيوت مفصول عن الستوريج يعني عندي الستوريج هنا وعندي الكمبيوت هنا طيب في ثلاث حاجات يعني مشاكل ظهرت لها في كل وقت ده اول حاجة ان ا لو عايز Fast Query فان محتاجة نتبقى فيه فلوس محتاجة نعمالها ودايما خانت فكه ان الفلوس هي موتيفشن هكتب جداً في الحياة يعني سواء لنا احنا اول الشركات طبعا فيه فلوس كتير ونكدو على موضوع الموضوع بيفرر فان انا بيعانت Data Rehoused still حتى ال Level Aggregation وعقوش هموف ال Data راجع والكلام ده مش حل عملياً موفمنت Data Lake Data Lake مكانش حل عملياً تمام؟ تمام. جزء الثاني ان GDPR compliance ان انا داتي عندي عندي حاجة مثلا داتي انا حد طلب مني عايز امسح ال Data دات بتاعته من Data Lake بتاعتي فانا محتاجة اكتب Spark Shop مثلا تقرأ Data وتكتبها تاني فايل جديد من خلال ID قديم ونمسح الفايل قديم قصة كتبها معقدة وكان حاجة بروسس نعملها دايماً طبعا كتب Automated Job عاملينها باستراكشن معي بس كان موضوع يعني مش حلو وش سهل Update والDelete والإنسترات كنا عاملها بSpark Shop حل؟ طيب جزء كمان ان طب هل في طريقة ان انا بدل ما بستردام Hive مثلا او الحاجة اللي زيه عن انا Data Lake ومغيما ال Data يكون عندي شوية مدة Data تسرعة لكويري طب ال Data دول بقى قدوا انه هنروح للليفل ده هينه هوت نروح لي ايه بقى هنا انه هنروح لي او Lake House Solution طيب Lake House Solution مختلف عن ايه عن Data Lake ثقات حاجات اول حاجة ان اطلع لي بعد ما كان عندي مثلا بركة فايلز نافترض فيها الفورمات اللي بيخزن Data بدأ يبقى عندي Set of APIs او او Tools جديدة بكتبي Data بها هي بتمنج عني ال Insert و Update و Delete يعني مثلا في حاجة اسمها Delta Delta Lake في حاجة اسمها Iceberg في حاجة اسمها Hoody التالة دول مثلا او التالة فورمات دول انك انت بتكتب بالسرعة بتاعته وتكتب شوية SQL هو الوحده بعد كده يعني لما تيجي هو يديك الفايل اللي تستبس ما يدكش فدعب عندينك قصة الترانزكشن ما هي الا فايل فورمات معين ببقى فيه شوية فورمات او API صراع لك الدنيا دي طيب هل ده بس الحتة؟ لا بدأ ان الفايلات دي تديك اتاحة ل تديك اتاحة لشوية متاداتا تسرع كل الفايل يعني يقولك الفايل ده مثلا ال IDs اللي فيه شكل عامل ازاي او لو انا عايز اصباش على ID معين مثلا يقولك ال INDX في الفايل ده موجود فين يعني ID ده موجود فين فايل وكمان صورتن لل date قوة الفايل ده او مثلا او صورتن لكولوم وعينجول فايل فبقى عندك الفايل مثلا في زي INDX وفي زي صورتنج فيتشار زي هو دي مثلا مثلا فبقى عندي شوية فيتشار تخلي التولز اللي بتعمل سيكوال اسرع تمام؟ بدأ يبقى هنا مع الكلام ده فيه رئيس بقى لتولز دانية اشهر التولز دي هي بريستور ترينو طبعا هايف موجود بس بريستور ترينو هو بقى يسموه ترينو اللي هو بتاع فيزبوك دقيبة هو بدأ يبقى بيقرى التاليك عادي برضى عشان حيث دي اوضحها بريستور ترينو كان موجود يعني بيشتغل التاليكس عادية برضو بس اقصد ان بدأ الدنيا كمان تكون اسرع بدأ يبقى تول متاحة قوي مع الفايلات دي ان هو بقى إنتيجريتد معها بقى دنيا تبقى اسرع ان هو يكوليكت الداتا دي كوليكت قصدي متى داتا يعني لو بسيلكت من تابل ويركاسمو اي دي اكوال كزا وديت اكوال كزا لو انا بشتغل على نورمال داتا ليكس هروح يسكن فايلات كتير جدا حل؟ لكن على الترانزاكشن داتا ليك او بالفايل فورماتس دي الدنيا بقت بقى عنده شوية مدة داتا اسرع بيسكيب فايلات كتير دائما اسرع شارف الالسكاني طيب نقطة كمان ان بدأ يطلع بها حاجات تانية بدأ عندي بمشترينو بس وعندها عن داتا بريكس لها سيكوال انج بتاعها وفي كاشنج في بيك كويري بتقع ضائق من داتا ليكس تاعتها ريتشفت كزاك سنوفليك كزاك كله بقى درقتي موجودة بدأ ما داتا ليكس اميوتابول بس وداتا هي اللي فيها ترانزاكشن بقى عندي ليك هاوس فيه جزء الداتا ليك هاوس اللي هو السيكوال السريع اللي احنا عرفين هي اميوتابول هما بيعملوا عنك شوية حاجات في الاميوتابوليتي عشان يصراع الضياني دي وكمان بقى فيه سرعة بتاع الكويري كل دا عربة بقى اسمه لك هاوس سويتشن او ترانزاكشن طيب سؤال هنا هنا هل محتاج دايما اروح يعني نوبابن داتا ليك هالي في حاجة اسمها داتا ليك اسمه او داتا ليك بس لا هو فيش ترانزاكشن او ترانزاكشن ها حطب بس الاسم ده ازافيك ويه انه بس اديك لكن في الاخر وانا ببني solution لو انا عندي الابضة توديد وانسيرت اموك هستخدم الفايل فرمات دي وانت بقى اسمها تتاليك برضو عادي ام بس بفهمك ايه الفايل بين الترانزكشنال والترانزكشنال جزء تاني بقى دراتي ان في ناس دراتي بانشوارتك كدير بيشرحوا فايل برفورماتس مسلا لو انت بتسكان داتا باستخدام فايل فرماتس من فايل فرمات دي زي اليهودي او ايسبيرج او دلتاليك مثلا ازين هي اسرع عشان بتطيق ميتاتا اكتر فهل بقى روح لي الفايل فرماتس دي لو انا محتاجة استغل السرعة في الكلام ده ادعولك او هتسرع بس بتدي شوية كومبلكس دي فهي موضوع يعني ايه نسبي محتاجين نخش تفصيلا لي بس عايزة تفهم بشكل عام ايه الترانزكشنال تلتاليك تفصيلا نختار انهي واحد وانهي يعني نختار ايسبيرج امتا وهودي امتا موضوع اصلا ده موضوع جدلي هترانز كده عاملة كومبارزون ما بينهم بس خلان قولي ان هي ايه ان هما هيدوك ايتش بس بيدو كومبلكس دي لدي تلتاليك بتاعتك عكس لو بيستغل نورمال براكي والانتجريشن او كومبتابلتي بتاع براكي مع ازر تولز سهلة جدا طيب حتة بس اوضحها في الاخر لو عايزين نلخص تلتاليك فورمات هي شغلت زي عندي براكي فورمات براكي فايل وفوقي شوية اي بي اي بتعمل هي انترنال متا داتا او انترنال مينيفيست فايل عشان تسهل لك كريات الابديت ودات والانسرت للداتاليك إن هنا هو اضطي بس شوية حاجات في الليلکواوس. إن احنا لدينا هنا هي في اي بي اي باي او بر او بورم سورس فايل 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 فايتدّى حاجة غفوقي بقى في اي بي اي ب identifyي بقى هو اترانف الجزء الثاني انها بقت تخليك تراني تقومي سريع على اوفر Data Lake بستخدام كلام دولها مثل PRESTO, SPARK, SQUAL, HIVE وتنتجرات مع سنوفلاغ ardshift, PICQUARE, Data breaks او ما او ما وكل ده يسل تجاهي مع GDPR ويقعها فديه البيك بيكتور بتاعها امتبعا نستخدم كل واحد منهم بيشتغلوا ازاي مع سبارك بيشتغلوا ازاي مع بتورينو او مع هايف ده هتخش في حيطة بعدين بس النقطة برضو عايزة منشانها هنا ان مثلا جميعنا كلمة داتا بريكس مثلا انت بقاش عندك حاجة انك انت تسروح كل مرة تلود الداة في داتا في هارس عشان تكتب سيكول سريع لا بقى عندك كمان درتي فيتشرز مثلا في داتا بريكس بكاشن انك انت تقدر ترن الداة و ترن الكوير سريعه وترجع بريفرونس المسؤولية من داتا هارس سنوف لي كداتا هارس وعندها انترن الستورج تقدر برضو ترن على اسسري و ازور و جي سي اس و تجيب لك الداة سريع لانها عند ازاي ما قلنا فيه كومبيوت لوحده و الستورج الوحده بان نقدر نيوتولايز الكمبيوت انجينز انها تاخد بنيفت من الستورج الوحده و مش محتاجة تدفع حساب الاثنين انت عندك الداة ستورج و تدفع حساب الكمبيوت لوحده بس ده كده الصورة العامة و انا دايما بحاول ان احنا و هم نشرح الحاجات نكون عارفين الصورة كبه شغالة ازاي و انت بتذاكر الحاجة شايف كله شغال في اي او يعني كل حتة موقوحها فين و هي شغالة ازاي يعني ما تلاقيش حد مثلا جيات حكالك يقولك بس خد بالك ان يعني مثلا هو دي ده بيعمل متابلتي للفايلز لا طبعا ما بيقضتش الفايلز هو دي هو كله يعنيه مثلا بيعمل نيو فرجان من الفايل كانوا بيدوبلك الفايل يفلتر اوت الداتا مثلا او يقضت الداتا و يمارك الفرجان قديمة ان هي دليتيد و لو بصيت على هو بس الفايل ده هو دي هو بيقوله اللي تستفرج من الفايل ده فين فانت تبقى انت فاهم انا عايزك تكون فاهم الموضوع ده هو اتمنى يكون الفيديو ده مفيد وهي سعيدنا و هم نشرح حاجات لعلاقة بحيف والسبارك في الفترة الجاية و انك انت كوموليم بالداتاليك والليكهاوس والأسامي الكتير موجودة لكي تفهم الكلام أراكم بخير السلام عليكم وحتراك